معانا على الهاتف المستشار الهندسي للنادي الاهلي المهندس سامح علي كامل المهندس سامح علي كامل مساء الخير وأهلا بحضرتك سامح خير يا محمد أهلا بيك إزايك؟ أهلا بيك وسعادة بمشاركتك معانا ياريت يا بشوانس تقول لنا تفاصيل أكتر عن زيارة الكابتن محمود الخطيب وهم الأمور اللي عايزت تتطرق الحديث عنها خلال هذه الزيارة تمام كابتن محمود النهاردة بدأ زيارته بأهل مدية نصر واتفقد المشروعين اللي هم جاري تسليمهم إن شاء الله في فترة قادمة أو المشروع اللي هم المنطقة الترفيهية وحمامات السباحة وحمام الأمواج واتطام من الكابتن محمود على سير العمل بطريقة من تحديم الحمد لله وإن شاء الله نسلم في المعاد المتعاق عليه لأخر شهر أربعة إن شاء الله هاتفقد المشروع الثاني اللي هو منطقة جلوس الأعضاء ومناطق الخدمات ودي متعاق عليه إن شاء الله تسليمها أول أربعة واحدة أربعة واتطمن للشغل ماشي تبقى من البرمامج الزامنية والمخططة لها إن شاء الله ده كان هدف الزيارة بتاع مدية نصر وشاف طبعا البوابة بتاعتنا اللي هي البوابة رائسية اللي حيكون قدامها لنصر اللي ناسك ما شابته فيه تصور البوابة ودي برض إن شاء الله بإذن الله في واحدة أربعة مع المنطقة دروس الأعضاء إن شاء الله احنا كنا وعدنا المسو اللي لو تفتك في الحلقة اللي فجلتها معك احنا هنبدأ نسلم مشاريعنا تباعا من الأول في قرائر وفعلا بدأنا نسلم وسلمنا سلط الكراتي في أهل الجزيرة وإننا تباع من شهر مارس وأول إبريل نبدأ نسلم المشاريع التانية هنشعهم طيب إحنا هنتكلم عن أمور كثيرة جدا وعايزين كمان حضرتك ترصد أهم ملاحظات الكابتن محمود الخطيب أو تكلفاته لفريق العمل خلال الزيارة اللي احنا بنتبعها وإحنا بنسمعك جلواتيا بشمونتس على الشاشة ومع مشاهدينا مشاهدي قناة الأهل مازال معنا على الهاتف أيضا المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي للنادي الأهلي وبنتكلم عن تفقد الكابتن الخطيب صباح اليوم للمنشآت وعملية التطوير والجوانب الهندسية الخاصة بالتطوير في أهلي مدينة نصر مرة تانية معاك يا بشوانت سامح نسمعيناك وكنا بنسألك عن أبرز الملاحظات اللي أبدأها الكابتن الخطيب أو مطالبه من فريق العمل وتكلفاته لفريق العمل خلال هذه الزيارة هو الكابتن محمود أكد على الجودة في الشغل وعلى الاتزام بالمواصفات اللي احنا حددناها أثناء التنفيذ والتنفيذ البرنامج الزمني يعني بقى بقى تفاصيله وعشان نستلم في الأوقات المحددة بدون تأخيرات عشان يبقى العضو النادي يلتمس يشوف الجهد المبزول كام في المشاريع دي ويحس بالفترة اللي تقريبا سنة سنة شغل الإنحاف دهنا تقريبا في شهر ثلاثة حد النهار دي اعتبر سنة بنحق فيها الوعادنا دي في البرنامج الانتخابي تكتب محمود حدده حدد برنامج الانتخابي معين احنا بنلتزم بتنفيذه فدي أول مراحل التنفيذ تحت وزي ما قلت لك قبل كده أول حاجة كنا نسلم نهاية كالصالة الكاراتية الحمد لله طيب كمان عايزين نعرف منك يا بش مهندس المعاد المحدد لنهاية العمل تماما أو الانتهاء بالكامل من عملية التطوير المتفق عليها والمخطط لها في أهل مدينة نصر المرحلة اللي احنا فيها دي تعمل تحرك بنبدأ من من نص مارس لحد دول إبريل بنبدأ نسلم المشاريع اللي عندنا هما ثلاث مشروعات حاليا زي ما قلت لك المنطقة الطرفية لحمامات السباحة ومنطقة دوليس الأعضاء والبواب من نص مارس لحد آخر إبريل بنسلم الثلاث مشاريع دول إن شاء الله بإذن الله وحضرتك كنت كلمتنا في اللقاء اللي كان معنا على الهوى في ستوديو الأهل الليلة عن مراحل أخرى يعني تشمل إقامة عدد كبير عدد ضخم من الملاعب اللي هتخدم النشاط الرياضي ونشاط كرة القدم بشكل عام في النادي في الفترة اللي جاية إن فيه توسع فيه عملية إيجاد مزيد من الملاعب ومساحات ممارسة الرياضة للفرق في النادي تمام إحنا كنا في مدينة نصر بالتحديد كنا قلنا إن إحنا عندنا فيه تمام ملاعب سكواش ودول حالينا إحنا كنا خلاصنا التصميم وبنخلص إجراءات تصاريحهم والترخيص صلحهم دول هيبقوا إضافة للنادي لأن آية مدينة نصر ما فيهوش ملاعب سكواش ده بالنسبة للملاعب في مدينة نصر الشيخ زايد بقى لو حنتقل لها ده الموضوع بقى تاني خارج ملاعبه وحاكته إن شاء الله بإذن الله لو عايزة لدينا طبعا تفضل يا بشوانس إحنا منتكلم بشكل عام عن زيارات الكابتن محمود فيه ملاعب كرة قدم وعندنا فيه سالة سكواش وعندنا صالة كاراتي وصالة جنباز ومسجد ومقر بنوك دي الخطة الإنشائية للفترة جاية للشيخ زايد إحنا خلصنا التصميمات بالكامل وحاليا جاري استخراج الترخيص الكاملة مع جهاز الشيخ زايد ومع فيه الجهات اللي تتولى مراجعة الإشراف والتصميمات زي المجامعة العشرية إحنا في هذه المرحلة دلوقتي أول إن شاء الله بنستلم الترخيص ومتوقعنا في أقرب وقت حتلاقي كل المشاريع جعلت نفس التوئيد يعني يتخلص مشروع مخطط لها قدقية باشمونت تقريبا من وقت تسلم الترخيص يعني من 9 شهور لسنة من السلام الترخيص إن شاء الله يعني وقت ما حضرتك تعلن عن تسلم أو النادي يعلن رسميا عن تسلم الترخيص وبدأ عملية التطوير في الشيخ زايد وإقامة الملاعب الجديدة هناك حضرتك بتقول خلال سنة ميلادية 12 من 9 شهور لسنة ينتهي العمل تماما إن شاء الله في عملية التطوير دي مسؤولية كبيرة وإحنا واثقين في قدراتكم إن شاء الله وقدرين عليها بإذن الله وأكثر خلينا نتكلم عن الأمور هل ماشية بشكل كويس في فرع مدينة نصر نتكلم عنه النهاردة أهلي مدينة نصر اللي كان بيزوره ويتفقد العمل فيه الكابتن الخطيب الأمور المالية والتمويل لهذا التطوير والتوقيتات الزمنية المحددة حتى الآن ماشية بشكل دقيق يا بشوانت والله التمويل وصرف المستحقات للشركات المنافذة بيتم في معايده بتتخرش قالف وده الكابتن محمود كان محدده معايا من الأول إن التمويل موجود فإحنا مش عايز غير بقى الجودة والتنفيذ في التوقيت المزبوط فإحنا كل مستحقات الشركات تترف معايدها بيقدم المستخلصات بتاعته لدارة مالية تتعاون معاينها بمراجعته في أصل عوات ما منأخرش الفلوس خارف والتمويل الحمد لله موجود بالكامل لكل اللي مش هشغلين فيها إحنا مش هنبدأ حاجة ما عناش فلوسها عشان مش هينفع تشتغل وتوقف في نص الطريق حتى التجمع الخامس إحنا برضو ماشيين فيه خطوات إيجابية جدا إحنا إن شاء الله كلنا تواجد في التجمع الخامس في الموقع في النص التاني من مارس إحنا خلصنا التصميمات المرحلة الأولى بالكامل ونفس خطوات استخراج الترخيص الشيخ زايد في التجمع الخامس قدمنا الترخيص بالكامل ومن رجحها نفس الخطوات براجعة المشروع بالتجمع الخامس وحتطلع الإنشاءات الجديدة بالشكل الجديد اللي بيعكس شخصية وتاريخ النادي الأهلي الشكل اللي هو تم الاتفاق على التغيير للوصول إليه في كل المقرات وكل الأفرع تمام إنت أكيد الكاميرا عندك وسجلت مراحل الشغل في الجزيرة مية نصر وصلت الكراتي ولمست الروح الجديدة في التصميمات اللي شغالين بها هي دي الروح اللي هتقيقة موجودة في الأفرع كلها ماشيين بنفس الروح النادي يعني لما تشوف بالصور في أهل الجزيرة هتلاقي نفس الصور هو هيتكرر في الشيخ ذايت هو هيتكرر في التجمع الخامس نفس الروح دي إن شاء الله في كل منشآت النادي الأهلي دايماً هكرر سؤالي لحضرتك مهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي النادي الأهلي عن راحة الأعضاء وعدم تأثرهم بأي شكل سلبي نتيجة للعمل الجاري في أي مقر من المقر المختلفة ده تكليف إن الكابتن الخطيب ومجلس الإدارة أنك تبذلوا جهد مضاعف عشان الشغل ما يؤثرش على استمتاع الأعضاء وعلى حياتهم داخل أفرع النادي ومقرات النادي ده بيتم إزاي لأنها مهمة بلغة الصعوبة ده بيتم طبعاً بشكل صعب جداً لأن أنت في بتضطر تشتغل في أوقات معينة للأعضاء مش موجودة في النادي وإحنا ملتدمين بكثل يعني وخصوة مثلاً في أهل الجزيرة بالتحقيق الشغل بالكامل كان بيتم مساء بعد الساعة 12 بالليل لكن أقول لك على حاجة أعضاء النادي لما بنشتغل الصبح وشايفين ما نشغالين قدامهم مش أقول لك الموضوع مختلف معه يعني هما متحاملين معنا ومستحملنا ولهما شايفين قدامهم وشغلي بيطلع فهو بالعكس وهو فرحان إن نتشغاله قدامه فهو بصراحة مساعدين لنا في كده يعني إحنا في بديل نصر بنشتغل الصبح وبنأمل الضوضاء جمد والحمد للأعضاء مستحملنا هما متفاهمين إن التطوير ده لصالحهم فمتعاونين معاكم متفاهمين العمل ده بعدين التوقيت برضو إنت في خلال سنة بتعمل حجم المشاريع دي فطبعا دي هو شايف قدامه إنك فاتح في كل حت فاتح في أهل الجديرة فاتح في مدينة نصر هتفتح في الشيخ زايد تجمعه الخامس الموضوع هو شايف قدام منظومة كبيرة مش بتخلص مشروع وتبدأ في التاني إنت بتبدأ في كله في نفس التوقيت وعلى قدر تقدر بتحول تلتزم في معاهم كمان يعني الجانب الأكبر في الثلاث أفرع في أهل الجزيرة أهل مدينة نصر أهل الشيخ زايد هتفتتتوقع أنه إن شاء الله ينتهي الجانب الأكبر منه خلال عام 2019 إن شاء الله بإذن الله موفقين إن شاء الله والأمور تسير كما أردتم وخططتم للعمل وأفضل إن شاء الله موفقين وبشكرك جدا على المشاركة معنا في الحوار مهند سامح علي كامل المستشار الهندسي للنادي الأهلي